بعد تعثر كبرى شركات العقارات في الصين عن سداد ديونها هل تنضم اليوم شركة عقارية أخرى إلى قافلة هذه الشركات؟ شركة شماو الصينية اليوم أعلنت أنها طلقت التماسا بالتصفية من بنك التعمير الصيني وهذه الدعوة القضائية تأتي اليوم بعد أن تخلفت هذه الشركة وفشلت في سداد قروض بأكثر من 200 مليون دولار وذلك بحسب ما أعلنه بنك التعمير الصيني إذا نظرنا إلى أداء سهم شركة شماو الصينية نلاحظ أنه وصل لأدنى مستوياته على الإطلاق في جلسة الثامن من أبريل ونلاحظ أن الانخفاضات تخطط الثمانية عشر في المئة بهذه الطريقة نلاحظ أن اليوم السهم طبعا يتعرض لضغوط كثيرة وذلك بسبب اليوم طبعا هذه الأزمة التي يتعرض لها قطاع العقارات والتي بدأت في الصين منذ العام 2021 في هذا الإطار نشير إلى أن شركة شماو الصينية هي تعمل على خطة لإعادة هيكلة أكثر من 11 مليار دولار من ديونها الخارجية وذلك بهدف خفضها بنسبة 60% ولكن هذه الخطة أيضا نشير في هذا الإطار أنها تتطلب موافقة 75% من الدائنين واليوم هل ستكون فعلا شركة شماو الصينية من الشركات التي تقترب إلى حافة الإفلاس؟